تعرفوا انه جوجل ما بيورجينا غير حوالي 10 بالمية من محتوى الانترنت؟ طب يا ترى شو في بالتسعين بالمية البقيانين؟ تعو نلقي نظرة على الجانب المظلم من الانترنت اليوم الانترنت صار عالم كامل افتراضي ومثل العالم الحقيقي فيه الاماكن العامة اللي بيزور الناس ليتسلوا ويتواصلوا مع بعض ويتسوقوا وفيه كمان الاماكن المظلمة اللي بيزور الناس ليعملوا امور غير قانونية هاي المساحة من الانترنت يطلق عليها اسم الدارك ويب او الشبكة المظلمة وهي شوي مختلفة ولا يمكن الوصول لالها بالوسائل العادية الخبراء بيشبهوا طبقات الانترنت المختلفة بالجبال الجليدية يلي معظمها بيكون تحت المي ونحنا بنشوف جزء صغير منه بالانترنت هذا الجزء اسمه سيرفسويب او الشبكة السطحية ويقدر حجمه بحوالي 4-10 بالمية بس من حجم الانترنت وهي عمليا كل المواقع يلي منعرفها ومنفوت عليها بشكل يومي مثل يوتيوب وامازون واي شي ممكن يطلع معنا وقت نبحث على جوجل اما القسم الاكبر من الانترنت بحدود 90% منه هو ما يسمى بالديب ويب او الشبكة العميقة اللي البعض احيانا بيخلط بينها وبين الدارك ويب بس هي شغلة مختلفة تماما باختصار الديب ويب هي المواقع اللي ما بتطلع بمحركات البحث يعني مثلا المواقع الخاصة بدوائر الدولة او بالمصارف او الشركات حتى الايميلات الشخصية اللي ما بيقدر يفتلى غير اصحابها كمان تعتبر جزء من الديب ويب وبسفل هذا الجبل الجليدي ابتقع الدارك ويب هلأ يلي بميز الدارك ويب عن باقي طبقات الانترنت انه بتوفر سرية وحماية اضافية لهوية مستخدميها ولا يمكن الدخول لالها الا عن طريق متصفح خاص اسمه تور براوزر بالاضافة لبرنامج VPN هذا الشي خلى مجال اللي يصير فيها سوق للمواد الممنوعة والمواقع والخدمات يلي اذا كانت على الانترنت العادي ممكن تسبب مشاكل لاصحابه بحسب صحيفة الگارديون جزء كبير من سوق المخدرات اليوم ببريطانيا مثلا صار موجود على الدارك ويب هلأ مجرد الدخول على الدارك ويب ما نمخالف للقانون وحسب الشخص شو بيساوي هنيك وكتير ناس ممكن يعتقدوا انه هي مكان مليء بالمحتوى العنيف والغير اخلاقي وهذا الشي مو كتير دقيق اكيد ممكن تلاقوا امور غير قانونية وغير اخلاقية حتى على الدارك ويب مثل فيديوهات تعذيب او حتى مواد اباحية للقاصرين بس بالحقيقة هذا النوع من المحتوى مو سهلي لتأهنيك مثل ما الناس متصورين واصلا هو موجود على الانترنت العادي كمان بس بنفس الوقت عدد كبير من اللي بيستخدموا الدارك ويب هني الناشطين ببلدان قمعية ما بتسمح لهم يجتمعوا ويحكوا بحرية فبيلجأوا للدارك ويب ليخفوا هويتهم طيب مين اللي عمل كل هذا؟ مين اللي عمل متصفح تور والدارك ويب؟ الدارك ويب مثل الانترنت العادي بدأت كمشروع للجيش الاميركي بمنتصف التسعينات لولايات المتحدة كان بدا مساحة على الانترنت بقدر يتواصل عملاءها فيها مع بعض بشكل سري وآمن ولهيك بدأوا العمل على متصفح تور وهن النفسهم يلي سربوا لعامة الناس بحسب البي بي سي الجيش الاميركي عمل هيك لحتى يصعبوا التعرف على عملاء هون من بين باقي المستخدمين بألفين وتسعة الدارك ويب انتقلت لمستوى جديد بعد ما طلعت البيتكوين وصار فيه طريقة للواحد يشتري ويبيع عبر الانترنت بسرية تامة وبالالفين ويدعش تم تأسيس موقع سلك رود او طريق الحرير على الدارك ويب يلي كان مثل امازون بس للمواد الممنوعة والغير قانونية بس الموقع ما طول لانه بعد سنتين تم القاء القبض على مؤسسه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بس ضلت عم تطلع بدائل لقلو لليوم بالنهاية الدارك ويب مثل كل شي قدم لنا يا الانترنت ومثل وسائل التواصل الاجتماعي هي اداة فيه ناس تستخدمها للربح فيه ناس تستخدمها لأهداف شريرة وفيه ناس تستخدمها لأهداف نبيلة انتو شو رأيكم؟ تعتقدوا انه اخطار الدارك ويب على المجتمع بتفوق فوائدها؟ ولا لازم يكون في مساحة على الانترنت تحمي هوية المستخدمين من الرقابة؟ خبرونا بالتعليقات